ينضم إلينا من بردين مراسل القارة الإخبارية عربي مرزوق لمزيد من التفاصيل العربي أهلا بك معنا في هذه القولة إذن تدريبات بالرصاص الحي في ألمانيا وبهذا التوقيت كيف يقرأ المراقب لديك أولا هل لديك من تفاصيل أكثر حول هذه التدريبات عدد القطعات القوة المستخدمة النارية أي تفاصيل حول هذا التدريب والتساؤل الذي قد يطرحه سائل لماذا هذا التوقيت لهذه التدريبات وبالقوة النارية هل من مخاوف طرحها النيتو مثلا بسبب نشر الأسلحة الروسية في بلاروسيا مثلا أو لأسباب أخرى أم أن هذا الموضوع روتيني بالنسبة لهذه التدريبات أهلا الله الحقيقة الموضوع إلى حد ما غير روتيني فازت تحديدا عندما يشارك تقريبا كما 10700 جندي من دول حلف النيتو تحديدا على أراضي الألمانية تحديدا في ولاية بيان هو السبب الرئيسي لهذه المناورة دايناميك هي تسمى أيضا بمناورة بسرعة السلحة حتى يستطيعون عزرا وضع الجنود الاتحاد الأوروبي في أهبة الإستاتات وكأنها عمليات حقيقية وكأنهم دخلوا بالفعل إلى في صراح حقيقي أو في حرب حقيقية القوات حلف النيتو تريد أن تتأكد وزعماء دول حلف النيتو يريدون أن يتأكدون أن لشيء واحد من هذه المناورات وهي الاتصالات والعمليات اللوجستية الاتصالات تحديدا بين القوات على الأرض والقوات في الجو سلاح الجو وسلاح المشاة تحديدا يريدون أن يتأكدون من نظام الاتصالات بين هذا الأمر هناك كان خلال الأشهر الماضية كانت هناك مشاريع تم الإعلان عنها بين الاتحاد الأوروبي وبين الولايات المتحدة الأمريكية وفي إطار حلف النيتو أيضا عن برامج جديدة لربط القوات الأرضية وقوات الجوية بين بعضها البعض لتسهيل العمليات لدول حلف النيتو في الجبهة الشرقية تحديدا وفي كل الجبهة التحديدا الآن حسب المعلومات المتاحة حول هذه المناورة تحديدا تريد قوات حلف النيتو ودول حلف النيتو اختبار كل الأنظمة الجديدة الخاصة بالدعم اللوجستي وأيضا نظام الاتصالات تحديدا بين القوات البرية والقوات الجوية ده صب الرئيس لهذه المناورة في هذا التوقيت التحديدا وبالطبع بسبب العامات الروسية العسكرية في الأراضي الأوكرونية والتهديد الروسي لدول الاتحاد الأوروبي ودول حلف النيتو أيضا لذلك هم يريدون أن يتأكدون أن قواتهم على الأوبة الاستداع في العادي كانت هناك تدريبات تتم وليست برصاص الحي بعد تدريبات للتأكد من جهزية هذه الكوات وجهزية المركبات لأن كانت هناك بعض البركبات لدي عيوب فنية وما إلى ذلك ولكنهم يريدون أن يتأكدون من الروح المعنوية أيضا لدى جنود حلف النيتو وإمكانية استخدام هؤلاء الجنود لنظم الاتصالات الحديثة التي قاموا بالفعل بوضعها في هذه البركبات استعدادا لأي عملية قد تتم في الجبهة الشرقية تحديدا طيب هل تحدثوا عربي عن كمية العتاد المستخدم هل تحدثوا عن الأموال التي صرفت أو رصدت لهذه التدريبات أم أن الموضوع ما زال طي الكتمان الحقيقة كما أشار طرع دوال موضوع إلى حد ما سري هذه الأرقام إلى حد ما سري لكن عندما يتم استخدام 1700 جندي من دول حلف النيتو أو أكثر من 18 دولة بالطبع تم صرف كميات هائلة جدا من الأموال يتم استخدام الرصد الحي البركبات الطبيعية على الأرض المركبات بالطبع المدرعة والدبابات وأيضا الطائرات كل هذا يتم استخدامه لذلك من المفترض أنه تم رصد ميزانية كبيرة جدا لهذه المناورة ديناميك يعني القوات التي شاركت عربي يعني ليست قوات برية فقط يعني هناك قوات جوية هل هناك قوات أخرى هي قوات جوية بالطبع قوات برية وقوات جوية هم لردونها التأكد تحديدا من أن البرامج الاتصالات الجديدة وهي جديدة تماما يقاموا باختراعها داخل حلف النيتو وشركات الأبنية في الوقت المتحدة الأمريكية هنا في دول الاتحاد الأوروبي يمكن استخدامها من قبل الجنود جنود حلف النيتو وبعد تدريبهم عليه هي برامج الاتصالات جديدة تماما يعني دي إحدى الاختراعات الجديدة لدى حلف النيتو التي تم تثبيتها على زي المركبات يردون إجراء مناورة حول الاتصالات بين الطائرات في الجو وبين أيضا وبين القوات الأرضية نعم عربي مرزوق مرسل قارة الإخبارية كنت معي في هذه الجولة للمراسلين شكرا جزيلا لك لهذه التفاصيل حول ما يجري هناك في ألمانيا